موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابحة بتوقيت العاصمة طارابلس مجز لأهم الأنباء أهلا بكم أخذ المؤتمر الوطني العام جلتة استماع خصصها لمناقشة آخر تطورات في قطاع الصحة الجلسة التي تم نقلها على الهواء مباشرة حضرها ثمانون عضوا بالإضافة إلى وزير الصحة ورئيس جهاز الإمداد الطبية وترأسها رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين واستمع المؤتمر إلى وزير الصحة وإلى رئيس جهاز الإمداد الطبي والذين قاموا بذكر بعض المشاكل التي تواجههم لتوفير بعض الاحتياجات ونوه رئيس المؤتمر في الجلسة إلى إمكانية عقد جلسة بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصر في ليبيا المركزية الحقيقة كان عبارة عن اجتماع قال رئيس مجلس النواب المنحلع قيل صالح إنه لن يعتد بالحكومة المقترحة وتصرفاتها إلا بتعديل الأعلان الدستورية وأضف صالح في تصريح لقناة النباء أنهم أبلغوا المبعوث الأممية مارتين كوبلر أن الحوار يجب أن يكون ليبيا ليبيا وأن يكون المؤتمر الوطني طرفا في هذه المحادلة وكان حضو البرلمان المنحل قد أكد أنهم أبلغوا كوبلر بأن هناك طعونا حول عودة بعض النواب والمقاطعين ويجب أن يفصل فيها البرلمان المنحل أفادت مصادر بمجلس شهداء ثوار بنغازي بمقتل يوسف الجمل أحد مقاتلي المجلس وأحد أفراد كتيبة شهداء ليبيا الحرة في محور سفرج وانضم الجمل إلى كتيبة شهداء ليبيا الحرة منذ بداية ثورة فبراير حيث رافق عددا من قادة مجلس شهداء ثوار بنغازي في أغلب محاور القتال بالمدينة وخاصة في محاور سوق الحوت ووسط البلاد بحسب المصادر يشار إلى أن يوسف الجمل قد طالب بالسنة الثالثة في كلية الطب البشري بجامعة بنغازي وهو لاعب بالنادي الأهل بنغازي أكد مصدر مطلع من مدينة درنة دلاعة معاركة هي الأعنى في منوعها بين مجلس شهر مجاهدي درنة والوحدات المساندة لهم من شباب المناطق وتنظيم الدولة فجر السبت في حي الأربع مئة بمنطقة الساحل الشرقي آخر الأحياء الشرقية بالمدينة وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه يوم الأحد أن مجلس شهر المجاهدين تمكنوا من السيطرة على عدة مواقع ومباني مهمة كان يتحصن بها قناصة التنظيم وأوضح المصدر أن تنظيم الدولة استهدف المدنيين بمنطقة الساحل الشرقي لليوم الخامس على التوالي منها المنطقة الجبلية المعروفة بالحجاج مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر وبعض الأضرر المادية بأحد المنازل أمهل المجلس العسكري ورشفان التجمعات المسلحة على الحدود الإدارية للمنطقة والتي اعتبرت تصرفاتها غير مسؤولة أمهلها 72 ساحة للمغادرة والعودة من حيث جاءت حسب بيان له وأكد المجلس أنه لا يسمح بأي انتشار عسكري على أطراف ورشفان داعيا المشايخة والوجهاء والقادة العسكريين وجميع المناطق التي لها أبناء في هذه التجمعات إلى صحبهم تجنبا لدخولهم في معركة لو حاولوا الاتجاه إلى طرابلس من خلال أراضي ورشفان وأشار المجلس العسكري ورشفان في بيانه إلى أن الأوضاع الحالية تمر بمرحلة حوار بين الليبيين وفي الخبر الأخير حيث قال المتحدث الإعلامي باسم ديوان المحاسبة أحمد الدايخ أن الجهات العامة رفضت إحادة ما بحوزتها من أموال إلى حساب الإرادة العام حتى يتم توزيعها وصرفها وكشف الدايخ الأحد أن ديوان المحاسبة الليبي أرجع من الجهات العامة أكثر من 6 مليار دينار الليبي لخزانة الدولة وأوضح أنه من خلال عملية التصفير تبين أن الجهات العامة تبلغ في تقديم احتياجاتها المالية بقيم لا تحتاجها لافتا أن هذا الأمر أثر سلبا على إدارة السيولة في الدولة ختم الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر